العلم خير منحة حبانا بها الذي علامنا البيانا العلم نور ساطع لينطفي به ينال المرء أسمى شارفي الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقوقاتهم ولا يتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زولها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار ثم أما بعد إخوة كرام مازلنا مع فضائل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن أعيان في ضبطه كلام حديثه حسن روى له البخاري المسلم والنسائي قال هو معقل بن عبدالله الجزري وقد قال ولما نوى أيضا من الثقاط روى له مسلم داود النسائي عن أبو الزبير وأبو الزبير المكي مشهور جدا روى له البخاري مقرونا وروا له مسلم أصحاب السنن الأربعة هو يدلس لكن أكثر العنعنة عن جابر في الصحيح هي على الوصر جابر بن عبدالله وأنصري الأنصري هو صحابي بن صحابي وهو من السبع المكسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أتى للمرية صلى الله عليه وسلم أن أم مالك كانت تهدى أن أم مالك كانت تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم في ركة لها سمدة فأتيها بالرحة فيسألون القدر وليس عندهم شيء فتعملوا إلى الذي كانت تهدى فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فأتدوا فيه سمدة فما زال يقيم لها قدوا بيتها حتى عصرتها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصرتها قالت نعم قال لو تركتها نزال قريبا نعم قالوا حدثني سلمة المشبيب نفس الإثنان نفس الإثنان صد عن جابر أل رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أستطرره فوقعنه شطر وسب شعير فما زال الرجل يأكل منه أمرأته وضع كموما حتى جال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكنه لأكلت منه ونقاف لك طبعا هذه هي البركة البركة من النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيضا من المعجزات ترى هذه حدثت في أكثر من موقف من مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم البركة في الرزق البركة في الطعام طبعا هو أهم شيء يبحث عنه المر ليس الكثرة بل البركة والله جل في علاء عندما بشر الناس بشرهم بالبركة لا بالكثرة قال الله جل في علاء ولو أن أهل القرى آمنوا والتقوا ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فالمهم البركة لا المهم الكثرة فالقليل المبارك فيه يكفي الناس جميعا هنا بعض المواقف من عجزات النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كان لها سمن في عبكة فكانت تأخذ منه ولا ينتهي حتى أنها كان كل من طلب منها شيء تأخذ منه فرأت ذلك تعجبت أن السمن لا ينتهي ويلعبكة التي كانت تهديها للمسلم فيها السم فمن بركة يد النبي سلم أن الأمر يتزايد لا يتناقص فأخذته فعصرته فلما عصرته يعني انتهي وأيضا في الحديث الثاني أن نبي سلم لما أعطى الوسق من شعير كان يأكل منه دون أن يقدر دون أن يأخذ عددا فكان يأكل منه فلا ينتهي فأخذه فكاله فلما عرف وزنه انتهي وهذا أيضا عائش عبد العرضها كان عندها وسق شعير على الرف تأخذ منه تقول سبحان الله أأخذ منه ولا يقل ولا ينتهي أأخذ منه ولا ينتهي ثم قالت كم هذا عندي والله لأكيلن فلما أخذته وضعته على الميزان أو قل كالته انته وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إذن هذه من البركة لو قلنا الأكثر من إنسان أن البركة في مالك ألا تأخذ في كل ثانية وكل وقت أن تعد المال الذي معك تراه يقل شمال من جيد يعود المال ثم بعد ذلك يضع في جيد الأولى أن تأخذ بالبركة منه وتترك لأنك لا انتركته والله جعله يبارك فيه ولعله يتزايد وأنت لا تدري لذلك أبو غرير رضي الله عنه أرضاه قال أهداني النبي سلم أعطاني النبي سلم تمر تمرات في جعبة فأخذ التمرات فأضعها معه في المخباه في الجعبة التي كانت عنده وفي الجراب قال بقي معي الجراب أضع يدي فيه كلمة سلم قال له لا تعد يعني خذ منه ولا تنظر لا تعد فكان أبو غرير يقول أضع يدي في الجراب فأأخذ التمرات فلا ينتهي ومعي الجراب بقي معي في عصر أبو بكر وعمر وعثمان فضع مني في خلافة عثمان وكل ذلك وهو يأخذ منه ويأكل ولا يتناقص هذه بركة هذه من مجزات النبي صلى الله عليه وسلم البركة عندما يضع يده في الطعام وأيضا لما كان في سفرة واجدوا الطعام قليلا فقالوا نزبح الظاهر فقال عمر الخطاب إن ذبحت بالظاهر كيف ترحلون كيف السفر يعني إذا أنت ذبحت الإبل التي تركبها كيف تكمل المسير فقال اجمعوا طعامكم فأخذوا الطعام هو كان عمر الخطاب الذي قال لهم السلام لو تدعوا الله لنا يا رسول الله بالبركة قال اجمعوا طعامكم وطعيدوا عليه وثم ذلك دعا بالبركة فكان العشرة يأتون يأخذون الطعام ويمشون وأيضا المرأة لما جابر رأى النبي السلام أو حديث جابر أن أبا طلحة قال لمرأتي رأيت اليوم أمرا عجبا رأيته السلام يربط على بطني حجرين من شدة الجوع بأبي هو وأمي وهذا كان زيدنا في الدنيا ولا يريد الدنيا الدنيا لا تساوي شيء عنده وكان عفيفا بأبي هو وأمي فقالت رأيته ربط الحجرين على بطنه من الجوع ألا تصنع لنا طعاما فقالت نعم دعه عشرة عشرة فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم أو سبعة فجاء فهمس في أذن سلم وقال صنعت لك وسبعة أو عشرة طعاما فلما همس في أذنه طاما سلم صارخا في الناس هل أم إلى الطعام المبارك ودع الجميع فالجميع طعام يأتي هل أم إلى الطعام المبارك فجاء الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة كذا وكذا لبطر تصب وتجد قلت لك يأتي بسبعة تأتي بأولاء فنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قل لها إن صنعت العجيل لا تصنع ولا تضع على التنور حتى تؤذنني فجاء دخل نبي صلى الله عليه وسلم فبسق فيه ودعه فكان نبي صلى الله عليه وسلم يأذن لعشرة يدخلون يأكلون ويخرجون عشرة يدخلون ويخرجون وقالت والله انتهى القوم من الطعام والطعام كما هو عندي وهذه من البركة من النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه المسألة المسألة العظيمة جدا مسألة التبرك بمسألة المسألة المسألة البركة في الطعام البركة في الأولاد لأنك قد تجد البركة في الولد قد لا تجد نفسك غنيا سريا وتجد بالنعمة العظيمة التي عندك بأن الله تعالى قد بارك لك في أولادك ولم يرزقك ساعة من المال أنت عندك ولد مبارك يحفظ الخرآن ولد ما أمرته بأمر إلا ويأتمر بأملك ولد تراه في الليل يدعو لك أو في الصباح يدعو لك يأخذ يدك ويقبلك والغني الثري هذا الولد يلعنه قبل أن ينزل ويلعنه بعدما ينزل فأنت تكون البركة عندك في الولد البركة في المرأة المرأة الصالحة بركة الحق أن المرأة الصالحة في البيت بركة لا بركة مثل بركة المرأة الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة المرأة الصالحة في البيت بركة ولذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب رد الله عن ورده كان إذا مشى فنظر إلى القصور فأخذته استدار ثم ذهب الأهل فأوقذها وقال قومي فصلي ثم أقرأ علي قول الله لرعالة ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها إلى آخر الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دخل سعيد المنسيب على ابنتي وتقرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقالت يا أبتي علمنا حسنة الآخرة فما حسنة الدنيا قال المرأة الصالحة للرجل الصالح فالمرأة الصالحة في البيت بركة وأيما بركة عندما تجد امرأة تدعو لك وأيضا تأمرك بالحلال وتنعك عن الحرام وتقول اتقل لها فينا لا تطعبنا حراما فإن الجسد الذي ينبت من الحرام النار أولى به أي بركة أن ترى امرأة وهي سجدها تبكي تدعو لك وهي تبتهل إلى الله جعلها لك بالتوفيق والتزديد أي بركة تجدها في امرأة صالحة إذا أمرتها أجابتك وإذا نظرت عليها سراتك وإذا تعونت معها على الخير كانت خير معين لك على الطاع وأي بركة في امرأة تنبت لك نبتا صالحا من ولد صالح ابن صالحة فالبركة كل بركة في هذه المرأة لذلك النفس السلم يقول إن كان شؤم ففي ثلاث في المرأة وفي الدب وفي الدار يعني لو كان في شؤم والصحيح أنه لا شؤم لا تطير تطير ليس من ديننا ليس مننا من تطير وتطير له قال إن كان الشؤم في شيء فالشؤم في ثلاث في المرأة ليش المرأة الطالحة ضياعة إما أن تعكر عليك صفر وإما إذا أمرتها لا تجيبك وإذا نظرت عليها تجد أنك أجمل منها في المنظر وإما إذا يعني أكلت الحرام شجعتك على ذلك وإن أردت الحلال فضيقت عليها يعني زمجرت وأشكلت عليك إشكالات عظيمة جدا بل ودمرت عليك البيت فالمرأة الطالحة هي التي تجر المعصية على الإنسان بل تجعله في أسوأ ما يكون من الأحوال والدب والدار نفس الأمر الدب والدار نفس الحكاية فإن الدب التي لا تعين صاحبها يعني إذا أرد أن يصلي على الجنازة لا يستطيع أن يصل إليها سريعا إن أرد أن يصلي أو يذهب إلى مجلس العلم لا يستطيع أن يصل بها سريعا فهي من الشؤوم بمكان وكذلك الدار الضيقة لا تستطيع أن تصدف بها أحدا الغرض المقصود هذه باركة من البركات من الله جل في علام باركة في امرأتك باركة في ولدك باركة أيضا في صحتك تجد أن الله جل في علام جعل الخير كل الخير في بذنك وفي صحتك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الغنى والصراء قال نعم الغنى لمن اتقى ما قال نعم الغنى مطلقا قال نعم الغنى لمن اتقى ملك الرسول ملك النبي أو عبد الرسول اختر أن يكون عبدا رسولا فنعم المال قال نعم المال أو نعم الغنى لمن اتقى ثم قال والصحة أفضل من الغنى فالبركة كل البركة في الصحة والعافية في البدن عندما الله جل في علام ارزقك الصحة في بدنك ويمتعك بقواتك وسمعك وبصرك إلى الممات فأذي من البركة العظيمة التي تحل عليك من ربك من البركة أيضا الفهم أن تفهم تكون طالب علم حقا تمكس في طلب العلم في كثير من الإخوة هشكال فقط ما يستطيعون أن يطلبوا العلم ما يستطيعون حتى أن يعيشوا بالالتزام الصحيح هذه بركة بركة منعها الله عن الناس وعطاها لناس آخر كما قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنياته وهذه بركة من البركات أنه بالسلام لما دعا ابن عباس دعا له بإيش دعا له بالفهم والفقه قال ما يولد الله به خيرا يفقهه تبارك الممنوع تبارك المشروع فهذه بركة ليست بعدها بركة أن الله جعله يلزمك طاعته وأن يجعلك الله جعله تسير على نهج الصالحين وعلى ضرب المتقين المخلصين هذه بركة ليست بعدها بركة بل أن يلزمك الله جعله لأعتقاد السديد الصحيح ألا تكون مبتدعا ألا تكون منحرفا ألا تكون ممن يعمل لأشخاص لا يعمل لدين الله هذا فهذه بركة ليست بعدها بركة فإلزام المرء ابطلب العلم أو مجلس العلم فالسعيد من أسعده الله جعله ألزمه طريق الصالحين وضرب المتقين فهذه بركة من البركات التي يعطيها الله جعله أو يمنحها الله جعله في علاه لبعض عبادي طال البركة العظيمة في قصر العمر مع كسرة العمل الإمام النووي كما قال السخوي لما أراد أن يترجم للإمام السخوي قال السخوي بركة قال السخوي النووي بركة هذه كلمة وجيزة في الإمام النووي الإمام النووي مات على الأربعين وملأ الدنيا بأسرها علما أنت ترى لا تجد مسجدا ولا تجد بيتا إلا وفيه كتاب رياض الصالحين بركة بركة في الأعمار أنت تجد الإمام الشافع يخطب ختمتين في ليلة واحدة في يوم واحد بركة ليست بعدها بركة لا يستطيع أحد بحال من حوال أن يصل إلى مثل هذا هذه بركة خصها الله لبعض خلقه لمعالم من قلوبهم أو إخلاصهم أو عمليهم لدين الله جعله في علاه بركة لمثل عزمان بن عفان رضي الله عنه رضا في ليلة واحدة يقوم الوتر يصل للليل فيوتر بركة واحدة يختم القرآن بأسر بركة بركة للصحابة بأسرهم عندما ملكهم الله العباد وملكهم الله البلاد وعبدوا العباد لرب العباد في 25 سنة في مدة وليزة من عمر الزمن قد نشر الدين في أكتار الأرض في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها بركة ليست بعدها بركة وبعد أيضا الانخفاضات وبعد الهزائم وبعد المنكرات التي واصلت على هذه الأمة الإسلامية وبعدما هجوء الهجوم الشرس على هذه الأمة الإسلامية ينبت الله لعلى فيه نبت البركة أنت ترى بعد تخازل مريع جاء نور الدين زنكي الذي هو الأصل الذي صنع المنبر من أجل أن يدعو في بيت المقدس تحيي بيت المقدس ثم جاء بعد ذلك صراح الدين الأيوبي بركة ليست بعدها بركة في هذا الزمان يفتح الله على لديه بيت المقدس ويرد الصلابيين الذين أرادوا دحر أو أقول هدم الأمة الإسلامية فهذه بركة بركة ليست بعدها بركة من الله جل فعلاء ومن البركة أن الناس الآن يؤون إلى دين الله جل فعلاء ومن البركة أن المرأة يعلم ما ينفعه مما يضر هذه بركات عظيمة جدا في هذا الباب لابد الإنسان أن يمل النظر في هذه البركات ويعلم بأن الله جعل إذا حباك هذه البركات فعض عليها بالنوارس لذلك عمر القطب ماذا يقول يقول من وجد نفسه في طاعة فاستمر عليها فليعض عليه بالنوارس فإنها طاعة بركة له فيه وهذا فقه الرجل فقه المر أنه إن كان لذلك أنا أعلم أخه كان يقيم الليل فمر جدا فقال والله لو كنت في النفس الأخير لا تركت هذا المجال فكان وهو نائم يقيم الليل ما أتركه بحلم الأحوال فإن وجدت أن الله جعل يسر لك طاعة فكان الاستمرار عليها فعض عليها بالنوارس كما قالوا من الخطاب من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنوارس فلا تفوتن فإن الله إن بارك الإمراء في شيء فقد حباه الخير كل الخير المسألة العظيمة يتعلق بهذا الحديث وهو كما قلنا التبرك هي التبرك لأن البركة كانت من يدي الامسلم تقول السمن لا ينتهي حتى عصرته انتهى وعائشة تقول الشعير لا ينتهي حتى كلته فانتهى ولذلك بننصح كثير من أصحاب الأموال لا تعد الأموال ما تأخذ المال في ليلة ونهار وتعد المال انفق دون أن تعد المال ولا تدري ما أدخلت وما أخرجت يبقى معك المال مباركا فيه وإلا سينتهي المال كما انتهى مع الأخيار وإلا عائشة ما هي من الأبرار والأخيار وأيضا هذه المرأة من الأخيار صحابة رسوله السلام عدلهم الله من فوق سبع سماوات فهذه مسألة من أعظم المسائل أيضا من البركة قبل أن ندخل فيه التبرك بركة الخلق الخلق الحسن من أهم ما يتميز به المرء المسلم الأخلاق الحسنة هذه هي قوام المسلم المسلم اللي لا يكون له خلق كيف يكون مسلما النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بعست لأتمم مكارم الأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فاصل أكمل المنين أيمانا أحسنهم خلقا والله دل في علام عندما مدح نبيه في كتابه مدحه بإيش قال وإنك العلا خلق عظيم فمن أوتي الخلق الحسن فقد بورك له في كل العطاء التبرك هو من البركة مأخوذ من البركة البركة لكسرة الماء مأخوذ من البركة وهي لكسرة الماء وأيضا قيل مأخوذ من بركة البعير وبركة البعير يعني إيش ثبت فهنا يكون التبرك معناه هو طلب الزيادة والنماء الكسرة والوفرة وهذه أيضا لا تكون إلا من رجل في علاء البركة طلب الزيادة والنماء مع ثبوت الخيز يبقى البركة إن قلنا مأخوذة من البركة يبقى الكسرة والزيادة والنماء يبقى ماله مبارك فيه مال يتنامى يزداد لا ينقص ولذلك المال الذي يتنامى ويزداد ولا ينقص هو مال إيش المال الذي يخرج صاحبه منه الزكاة المال الذي لا يخرج صاحبه منه الزكاة مال يتناقص وإن كسر في العدد أمامه فهو يتناقص ولا يبارك له فيه فلذلك الذي يعطي الصدقة يزداد ماله يزداد كما وكيفا قال النبي السلام سلاس أقسم عليهن ثم قال ما نقص مال من صدقة بحال من الأحوال قال الله الرعالى ويربي الصدقات يربي الصدقات يزيدها ولذلك النبي السلام قال ما تصدق عبد بصدقة طيبة وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلا وقعت في يمين الرحمن في بعض الروايات قال فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوى المهر الصغيب تربيه وتطعمه حتى يكبر نفس الأمر أنت الحسن عند الله الرعالى تكون تتعاظم حتى تصل إلى الجبال الشوامخ فإذن المال الذي تطيع الله فيه يزداد ويتنامى والمال الممحوق البركة المال الحرام المال الحرام لا يقبل عند الله الرعي في علام هذا ضرهم واحد حرام كما قال تعيشة يرجع على كل الحل يدي عندك بالنقصان ولذلك الله الرعالى قال يمحق الله الربى ويربي الصدقات انظر يمحق الله الربى يعني أنت تزيد في المال في العدد تعطي الألف وتأخذها ألف ومئة ومع ذلك لا يكون معك ساعة لا يستقيم معك ساعة وتكون معك العشرة الضرهم التي صدقت منها بجزء منها تبقى معك سنة كاملة وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء فإذن التبرك معناه من البركة الكثرة والنماء والزيادة وهذا لا تكون إلا بطاعة الله والفعلات وأيضا من بركة البعيد يعني ثبت فإذن ثبوت الخير مع الزيادة والتناوي وهذا يكون كما قال الله دعالى لإن شكرتم لأزيدنكم والبركة قد تكون في الزوات زوات الناس نعم يعني يكون فيه إنسان مبارك نعم فيه إنسان مبارك هل أتبرك به هنا محل الخلاف لكن هل الزوات تكون مباركة نعم الزوات مباركة زوات الأنبياء بأسرها مباركة قال الله جل في علام عن عيسى عليه السلام يصف عيسى عليه السلام وطبعا بركة نبينا بركة ذات النبي سلام تدلنا في كتاب الله من أكثر من آية أن النبي سلام كان مباركة فين الآيات التي تثبت على بركة النبي سلام بركة ذات النبي سلام نقولناها أمس ومش قال لعمرك إنهم لا في سكرتهم يا عمون لعمرك ده قسم بإيش لأن حيات النبي كانت حيات إيه مباركة عبد العباد لرب العباد هنا تصريح في زوات الأنبياء أنها بركة قال الله رعا عن عيسى قال وآتاني الكتابة وجعلني مباركة أينما أينما كنت فعيسى عليه السلام مباركة أينما كان يدعو من يدعو إلى الله الذي في علاية يكون مباركة كما سنبين من أيضا لهم البركة في الزوات قال وقال الله جل في علا وبركنا عليه وعلى إسحاق على إبراهيم عليه السلام إبراهيم كان مباركة فإذن الأنبياء فيهم البركة ذوات الأنبياء فيهم البركة لما والبركة التي فيهم ليس فقط للشحم واللحم البركة التي فيهم لأنهم يدعون الناس إلى رب الناس يدعون الناس إلى رب الناس دي بركة ليست بعدها بركة وأنت ترى بأن الأنبياء فيهم البركة وأزواج الأنبياء أيضا فانتنظر إلى هاجر هيجر طبعا مفخرة المصريين الحمد لله والشك لله هيجر يا أم من ومسمعين لذلك إنه السلام قال إذا دخلتم مصر فإيش فاستوصوا بأهل يا خير فإن لهم ذمة ورحمة الذمة اللي هي إيه العهد وام إبراهيم من اتداءت العهد الذي كان بينها ومين المقوقس وبعث ام إبراهيم لأمارية بعثها سرية للنبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الرحمة هاجر هاجر امرأة إبراهيم عليه السلام هي التي أنجبت له إسماعيل هو أبو أنبياء العرب هو أبو محمد رسل إسماعيل عليه السلام هاجر امرأة مباركة وبركاتها قد ظهرت عندما تركها زوجها إبراهيم عليه السلام في أرض قحلة جرداء لا صحراء لا ما زرع فيها ولا ما وهي تقول يا إبراهيم أتتركنا في هذه الأرض لا أنيس لنا من الوحشة ولا طعم ولا شراب وهو لا يستدير لنا مأمور يعبد الله على ما أراد الله منه على ما أمراه الله جلال فيه أولا ثم سرخت وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا قال اللهم نعم قالت إذن فلن يضيعنا هذه أول بركات هذه المرة الإحسان الظن بالله لا يفعلها والنبي سلم يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي به إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله فهي ظنة الخير كل الخير في الله لا يفعلها لذلك جاءها على التو والحين جبريل فقال أبشري إن الله لا يضيع أولياءه ثم ماذا حدث؟ سمعت صوصا كأنها تتعجب هي تجري وتسعى تريد طعاما للوقت بعدما جف اللبن في تديها فتريد طعاما للطفل الصغير تذهب تسعى حتى سمعت صوتا كأنها خرير الماء فنظرت فوجدت هذا العين زمزم فكانت تزم تأخذ التراب تحيط عليه قال المسلم رحمها الله لو تركتها لكانت عينا عينا معين بركت زمزم إلى يوم الناس هذا إلى يوم الناس هذا الناس يأخذون من زمزم ولا تنتهي لا ينضم معينها بحل من الأحوال وأيضا حلوة المذاخ وقال في عم سلم ما أزمزم لمشور بله طعام وطعم وشراب هذه بركت هاجر أم الأنبياء أم إسماعيل عليه السلام وأيضا عائشة رضي الله عنه بركة ليست بعدها بركة بل قل خديجة أولا حتى لا نبخص الحقوق خديجة رضي الله عنه أرضاه بركة ليست بعدها بركة أليست هي التي بشرت النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته بأنه سيكون النبي المنتظم عندما قالت لا لا والله لا يغزيك الله أبدا عندما دخل مرعوبا مذعورا عندما رأى جبريل قالت زملوني زملوني ثم لما ذكر لها قالت لا والله لا يغزيك الله أبدا إنك لا تكرم الضيف وتصل الرحم وتعطي المحروم وتكسب المعدوم قالت هذا الكلام في حق النبي السلام وقيل أيضا في حق أبي بكر الصديق الصديق للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وبحثت به إلى ورق بنوفل فوقفت معه وقف لم يقفها رجل إلا عم النبي السلام وقفت بمالها وجاهها وسلطانها مع النبي السلام تؤزله وتنصره وتعدده في هذه الأوقات العظيمة العصيبة عندما كان يدعو إلى الله جل في علاء خديدة بعدها عائشة بركة ليست بعدها بركة فأزواجنا السلام جميعا لكن عائشة كما قال الإمام الزهبي عائشة لها من على جميع الناس قال الزهبي عائشة هي أعلم النساء على الإطلاق قد اختلف الصحابة في كثير من المسائل ولم يددوا الحل في يد المسائل إلا عند عائشة رضي الله عنها وهذه من بركة عائشة لذلك من بركة عائشة أن السلام أحبها من كل قلب حتى أنه قال ما جاءني جميل في الحافة امرأة قط الأل بل الحافة عائشة رضي الله عنها وأرضاه فالغرض مقصود يد مركة أيضا من بركة الذوات بركة العلماء العلماء بركة أي ما بركة إن قلنا لأن البركة في ذوات الأنبياء فالبركة تنتقل إلى وكلاء الأنبياء فالعالم وكيل النبي والوكيل ينزل منزلة الأصير إن كان لنبيه البركة في ذاتي فالعالم البركة في ذاتي وإذا رأيت وسألت عن أثر البركة في ذات النمسلم ستردها في ذات العالم لأن العالم ينشر علم النبي والنبي بركته بأنه يعبد الناس لرب الناس فالوكيل يفعل ذلك من العلماء لذلك أنت ترى بأن النمسلم قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء هم ورثة الرحمن ولا دينارة وجعل من بركة العلماء أن الدنيا تبقى قائمة إذا وجد فيها العلماء فإذا خلت من العلماء جاء الضمار بل هذه الدنيا قد زالت لأن النمسلم قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرفع العلم وإن الله لا يقبض العلم من انتزاعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم من قبل العلماء حتى إذا لم يبقى علمهم في الوقت لم يبقى علمنا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا لذلك قال تقوم الساعة هنا إذا تقوم الساعة عند فقد العلماء ولذلك العلماء جنة العلماء كالنجوم في السماء لأن النجوم أمنت السماء إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ولذلك أبو الدرداء قال والعلماء نجوم السماء يهتدى بهم كما قال ابن تميه أيضا فهم نجوم في السماء إذن نجوم السماء وظيفتها التلألؤ وحسن المنظر والهداية وأيضا الحفظ فالعلماء نفس الأمر زينة الأمة العلماء أنت ترى حتى أهل الكفر ما تقدمه على الناس إلا بإيش بالعلم العلم التكنولوجي المدني اللي في الدنيا لا تساوي شيء الذي قال فيه الله جواله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم لا يعلمون طبعا لا يعلمون الشرع بلا يعلمون وما مدح الله قط في كتابه ولا نمسلم في سنته العلم قط إلى العلم الشرع ما في أي علم آخر ممدوح العلم آخر يكون ممدوح لغيره لا لذاته العلم الممدوح لذاته والعلم علم الشرع لذلك فالعلماء أيضا بركة في الزوات إذا خلنا الأنبياء لهم بركة في الزوات فأوكلاء النبي السلام لهم نفس البركة في الزوات ويكون عبدا مباركا يكون عبدا مباركا والبركة لله جل في علا وبيد الله وصفة الله صفة البركة لله لا يقال الله مبارك حشا لله هناك من بركه نعوذ بالله ابن فزلان الله جعله تصبه بتبارك مبارك هذه للعبد أما للرب تبارك زي يقول الله جعله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فهو تبارك للا تكون تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وخمرا منير تبارك تبارك الذي بيده البركة هو الذي يبرك على العباد ولذلك أنت ترى لا إله إلا الله البركة كل البركة في لا إله إلا الله إذا ذكرت في قليل كالصرات وإذا ذكرت في كثير بركت فالبركة أهم ما فيها أنك تطلبها من ربك والبركة التبرك بالصالحين أبو ذوات الصالحين أو التبرك بأثار الصالحين هذه مسألة سنأتي إليها لكن التبرك ببعض الأوقات الأزمنة ببعض الأعمال ببعض الأماكن نعم هذه فيها ضواب شرائية لابد أن تتوفر أولا التبرك قلنا هو طلب البركة التبرك طلب البركة فإذا قلت طلب إذن أنت ستنزلها منزلة العباد يبقى التبرك تعبد ولا غير تعبد تعبد وأنا ليش أجعل هذه المسألة في سياج التعبد حتى أرد على المتهوكين حتى أبين للذين يعني يشركون بالله وهم لا يدرون التبرك طلب البركة وطلب البركة لا يكون إلا من الله لأنه ما دام طلبا فالطلب لا يكون إلا من من يستطيع أن يعطي وهو من؟ الرب جل في علاء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بخدر معلوم فالتبرك طلب البركة وطلب البركة لا يكون إلا من الله لأنه قسم من الدعاء قال الله جل في علاء وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عباداتي سيدخلون لهنما داخلي يبقى التبرك هنا طلب وطلب عبادة أيضا التبرك عبادة فإن كان عبادة فلابد لنا من شرطين مهمين إيش هما مهند ما هو الخلاص والتباع هذه للقبول 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 لابد من إخلاصه إيش والتباع يعني نقول الأصل في التعبد لإيه التوقيف ممتاز التوقيف الأصل في العبادات التوقيف يبقى لابد إذا أردت أن تتبرك بشيء ضع أذنك ويقول ما الدليل ما الدليل أنت طول ما أنت ماشي الراجل الراجل الطيب اللي هو بيمشي في الشارع سامحوني اسمه إيه هما يسمونه بهلول بهلول يعني مجنون هو مش مجنون بهلول في اللغة لسه مجنون يعني طيب غير البهلول اللي عندهم المجنون لما يمشي بيمشي في الشارع يسأب ويبتع يقول لك بس اتنسع درجل ده برك سيبه تعالى برك ويأكله ويشربه ويعتقد أنه بركة حقا ويقعد يجس في يده دعيلي ما فيه البركة اللي فيه ده راجل المرفوع عنه القلم أصالة ده راجل لا لي في العيل ولا في النفي ده هو يوم القيامة سيأتي اقتبر فيقول لك ده برك الراجل ده برك ومنه من يستهزئ ببعض يعني شيخ منصر يقول لك بركة فهو الحق أن البركة التي تطلبها لا تطلبها من شخص أنت تطلب البركة من 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 له وصف معين وليس هو البركة في ذات البركة فيما يحدث منه من تعلم من تعليم غير ذلك عملة نقول نقول إذا كانت البركة تبرك تعبت فالأصل فيه التوقيف فلابد من دليل فإن قلنا كذلك فالتبرك قسمان تبرك مشروع والتبرك ممنوع يعني تبرك لا يجوز من تبرك في هذه الأمور التي سنبينها الآن يكون قد واقع في المحذور أو قد واقع في الشرك والتبرك الناس بالنسبة لأقسام الناس في طلب البركة ثلاثة يطلبون البركة من غير الله يعتقدون البركة في غير الله أو يعتقدون الشركة في ذلك ممن يشترك مع الله على في اعطاء البركة. او ممن يعتقد بان البركة لا تكون الا من الله. ولا يطلبها الا من الله. ويتخذ وسيلة البركة غير ما يشرعه الله جل في اولا. والاقسام الثلاثة على خطر عظيم. من طلب البركة من غير الله فقد اشرك. وهذا شرك شركة اكبر. وطبع ان هذا كثير فين? كثير جدا لما تردوا عند عند ابي حصيرة. روح ابي حمص اروح في كفر الدور وانظر. عند ابي حصيرة عند ابي العباس في رمضان او اشوف البركة كيف تطلب تطلب من ابي العباس. تأتي المرأة المرأة تمسح وتكنس امام المقام وبعدين تطلب البركة شلاسة ده عب العباس. طبعا بيطلبوا منه المدد ايضا. هذا مصيبة كبرى طلب البركة من غير الله اللي في البدوي اشده انك. لو ذهبت الى طنطة سترى ما طلب البركة من البدوي اشده انك. فأولئك يطلبونا البركة من غير محلها. وهذا شركة اكبر. يكفر به المرء لانه قد دعا غير الله اللي في علاه. فاذا وقع في مثل هذا المحذور فقد خرج من دهيرة الاسلام. او الفعل فعل كفر. دعك الان من الشخص والعين. نحن نكلم على مسألة عامة قواعد كلية. او انه يعتقد في ان البدوي يشارك ربه في ايش? في البركة في اعطاء البركة. كما قال بعض المغفلين ان الله اعطى للاولياء قوة في احياء الجنين في بطن في بطن في بطن الام. فهم يعتقدون بان الله اعطى البدوي قوة انك انت لو مسحت على الشال او مسحت على على قبة القبر. البركة كل القبر البركة فيه. انت رى رجعت الى بيتك بكل الخير. والبركة تلازمك مدى حياتك. هذا اعتقاد. في غير الله. ما لا يعتقد الا في الله. ومنهم السنف الثالث وذول اخف واهون. لكن هم على خطر عظيم ايضا. هم يقولون البركة بيد الله. مش بيد احد. لا بالبدأ والعبدالقادر الجلاني ولا بالعباس. لا لا. البركة بيد الله الا الفعلاء. وان طلبتها لا اطلبها الا من الله. اقول اللهم بارك لي في طفلي. اللهم بارك لي في طعامي. لكن عندما يريد البركة يتخذ السبب الغير مشروع. يعني اذا بيقول البركة بيد الله. والبركة في مقام ابراهيم. في اذا في مقام ابراهيم انت ترى الناس باسرها. تذهب الى الكعبة. يعني يضيعون الخير الذي هم فيه. يقفون يبكون بكاء عظيما عند مقام ابراهيم. ويتبركون به واسطار الكعبة. وكل ذلك لا يدوس. اتخاذ سبب لما يشرعه الله سبب. ليس ليست البركة في التمسح باسطار الكعبة. ولا في احجار الكعبة كما سنبي. فهذا اتخذ سببا لما يشرعه سبب. الله جلال على سبب. لذلك الله جلال على ماذا قال? قال اه قال الله جلال عَمْ لهم شراكة شرعوا لهم من الدين ما لم ما يأذن به الله. فاذا هذا اقصام الناس التلاثم. لكن هذا لا يخرج من المدة. هذا شرك اصغر. هذا شرك اصغر اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. فهذا شرك اصغر. فانه يصل به هو وسيلة الى الشرك الاكبر. ذريعة الى الشرك الاكبر. لانه لو توسل. بالبدوي. اه 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 لو لو تمسح بقبر البدوي. مرة والمرة ووجد ناس تبكي عند القبر وواحد بيقول يا رب انا كنت مريد وشافتني عند قبر البدو دي باركة البدو. فالناس بعد كده حيعتقدون في من? في البدو. فحيسأل البدو من دون الله جل في الله بعد ذلك. فاذا هو ايضا على خطر عظيم لانه اتى بشرك اصغر. اه بالنسبة لمسألة التبرج تبرج يكون تبرج بالاماكن وتبرج بالازمنة وتبرج بالاشخاص بدوات الاشخاص. نحن ما زلنا في القسم الممنوع. التبرج بالاماكن طبعا اعظم الاماكن باركة هي المسجد الحرام. هذا اعظم اماكن باركة. والكعبة باركة للتواف فيها. لكن هم يستخدمونها استخداما خطأة. فالتبرج بالكعبة لا يجوز. هذا تبرج ممنوع. التبرج باسطار الكعبة. التبرج بمقام ابراهيم. التبرج بالاحجار احجار الكعبة. التبرج بحتى ولو بالباب بالملتزم. يعني يمسح في الملتزم. انت الملتزم وارد عن ابن عباس انك تلتصق به وتدعو. الدعاء في اذى المحل مستجاب. البركة هنا. لكن ان انت تتمسح بالباب وتمسح وجهك وتمسح جاستك. انا ترى الناس يأخذ ولده الصغير ويخليه بوجه وامسح الباب. باركة. بالوقت عيبها مستنير قمر وهو ماشي. ما في باركة. بل لعلها تأتي عليك بالعكس. وتراه يبقى. يعني انا وجدت رجل من باكستان. جالس بكى بكاء. ابكاني من هذا البكاء. وجدت نفسي ان انا رجل حجر صوان. رجل صلب القلب. لان انا لما قدد واحد يبكي مثل هذا البكاء وفي بيت الاجل في اولاد. اقول ان اي انا شيطان رجيم. ايش اللي بيحدث? بكيت على حالي مش بكيتها. فنظرت رجل عمان يبكي وانظر كده. فوجدته ماسك الكعبة متسطى بقى بقى. هو ماسك رباط. خيط اللي ماسكه. وعمان يبوز فيه وعمان على راسه ويبكي. بيتبرك بقى بيحسب ان البركة بقى. شو بالجهد? والشيطان بلبس عليه بقى. ده الشيطان لا يترك? الشيطان عمان يعطيه في البكاء وهو يبكي يحسب النوع على خير. والناس اللي ماشيين يفتنون به. يحسبون ان ده من اعبد اهل الارض. وهو من اشرك اهل الارض. يعني في هذا الباب. من اشد اهل الارض شركا في هذا الباب. لانه قد 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 تبرك بما ليس بمشروع. فالغرض. اه المقصود الشيطان قد قد يغر الانسان بمثل هذه اه الامور. فالتبرك باستار الكعبة تبرك بحجر الكعبة لا يدوز. قام قائم وقال انت تشوش علينا. هتمنعنا من هذا الخير. عما رأيت ان مسلم كان يقبل الحجر الاسود. والحجر الاسود من الجنة. ما هو تبرك هو الان. هذا تبرك. عمر الخطاب مش كان يقبل الحجر الاسود. قلت جواب عند عمر الخطاب ليس عند. عمر الخطاب ذهب الى الى الحجر فوقف امامه. ثم قال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تدور. يبقى ليش تتبرك به الان? ما فيه? صحيح ولا لا? وكاد يمتنع عن تقبيري. ثم قال لولا اني قد رأيت رسول الله سلم يقبلك ما قبلتك. يبقى هنا قد تبرك عمر وقد لا وقد نقول لا ما ما تبرك. قد تبرك وما تبرك. مين يجيب على النقدين الان? تعال انت بقى اللي اردت ان انت تلقنه هات. لانك ايها الطبيب قد تركت مجالس العلم وجلست لي عند المرضى والعيانين وحيمرضوك قريبا قبل ان ايش? تعال بقى. قل لي كيف تجمع بين النقدين هنا? قد تبرك وما تبرك. ممتاز. وهذا خطأ بين. وهذا السديد هو اخطأ فيما قال. هو بيقول تبرك بفعل النبي. انت ما فيش حاجة ما تبرك بفعل النبي. انت المفروض تقول تبرك بالتأس بفعل النبي سبحانه سلم. لانه اتسأ برسول الله وفعل ما فعله. لذاك هو قاله صريحا قال لو لاني رأيت رسول الله يقبلك ما ما قبلته. اذا هو تبرك بالتأسي. وانت لك ان تتبرك بالافعال الصليحة ايها. انت تتبرك بالتأسي بن سلم هذا. لك ذلك. لك ذلك. فلذلك قال لو لاني رأيت رسول الله سلم يقبلك ما قبلتك ايها. اذا الحجر والتمسح بالمقام هذا لا يصحب حال من الاحوال. ايضا من الناس الذين يتبركون او الاماكن تتبرك بها. وهذا ذاع وشاع في الناس. قبور الاولياء. ان كانوا اولياء. وان لم يكونوا اولياء هم قد افضوا الى ايه. الى ما قدموا. اتركهم بقى هو هم وربهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قل الصحابة الكرام كانوا ينهون عن ذلك اشد النهي كما سنبين بالفعل بلسان الحال ولسان المقام. فكثير من الناس في عاصلنا هذا قد ذاع وشاع عندهم التبرك بقبور الاولياء. يذهبون مولد سيدي ابو حصيرة. صح? مولد بحصيرة لغة. مولد ابو الحاف وبستارة. وبعد ذلك ترى موالد لا نعلم لها عددا ولا حصرا ولا زمنا ولا مكانا. وزهاب وقطع الفياف والقفار من اجل حضور هذه الموالد تبركا. فهذا التبرك بالاولياء او التبرك بقبور الاولياء. هذا التبرك المشروع الممنوع. هو التبرك بالاماكن التي تصل بالمرء الى الشرك. فلا يجوز بحال من الاحوال فعل ذلك. هو التبرك بالقبور. حتى ولو تبرك بالطاعة عند القبر كالدعاء فهذا شرك. هذا شرك اسف. يعني رجل تراه لا يدعو دعاء يتدرع به الى الله الا بجانب قبر. ليش? شهدان غرب. جاء في ذات مرة وقدر الله تعالى انه كان مضطرا كان محتاجا كان يعني الازمة نزلت واشتدت به جدا والانسان عندما يلتجئ الى الله بصدق في حاجة واعواز شديد وقد احاطى الامر به احاطى الصور بالمعصم. الله يستجيب له. هذا سبب عظيم لاستجابة الدعاء. لان الله تعالى قال قال اما يجيب المضطر اذا? فيستجيب الله له لكن هو صادف صادف الحاجة والاعواز والاحاطة به الدعاء عند قبر البادو. فظن المخبول او ظن المغفل المغبون بان استجابة الدعاء كانت من اجل وجود من? البادو. فصار لا يدعو الا عند البادو. ويتقصد ذلك هناك. هذا ايضا هو من الامور التي فيها التبرق بالخبور والمقبور وهذا لا يجوز هو كما قلنا اقل احواله شركة اصغر فيه تفصيل او شركة اكبر حسب الاعتقاد او حسب صرف العبادة لغير الله جل فيه. النبي عمر بن خطاب رضي الله عنه وارضاه لما وجد الناس يتقصدون الاماكن التي كان يصلي بها مثلا في السفرات فقال ماذا تفعلون? انما اهلك من كان قبلكم مثل هذا انهم كانوا يتتبعون اثار الانبياء لذلك الحديث الكنيسة عندما حجس عيشة رضي الله عنه وارضاه لما جاءت ام حبيبة ام سلمة فذكرت الام سلم كنيسة في الحبشة تعلق فيها التصوير فقال النبي سلم هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة اذا مات فيهم رجل الصالح او في رواية قال النبي او رجل الصالح قال بنوا على قبره وصوروا له هذه الايش? بدعنا صالحة تعليق الصور هذه ايه بدعنا صالحة يعني ليست من دينينا وقد قال النبي سلم لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشب وزراعا بضاع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه في رواية قال حتى لو نكح احدهم امه لو وجد في امتي من ينكح امه يعني يفعل ذلك وقد كان فالغرض المقصود هذا هذا التعليق بالتصوير وهذه الامور والاتقاط والصالحين هذا من باب التبرق ايضا الممنوع وهو وسيلة الى الشرك فعمر الخطاب قال لهم ذلك قال النمى اهلك من كان قبلكم هو التتبع الاصار والذلك لما علم ان الناس يذهبون الى الشجرة التي بايع النمسلم والصحابة عليها باعة الرضوان اللي قالوا بايع على الموت وليس دقيقا هذا الكلام باعة الرضوان فذهب عمر فاجتستها قطعها جزها من اصلها ليش لمن اتبرق اذا ما يفعلون ذلك يتبرقون بعد ذلك يتقاعد الزمان وطول الزمان ينتشر الجهل يحسبون انهم كانوا يعبدونها من دون الله لفعلاء يطلبون منها من دون الله لفعلاء وقد كان في قريب عهد الاسلام كما في الحديث الحديثة العظيمة جدا عندما مرنا السلام ببعض اه اناس يعلقون اه الاسيوف على شجرة طيب فقال فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوات كما لهم ايش ذات انوات انظروا الان وهم حديث ابي وقد اللي كان يقول وكنا حديث عهد بايش بكفر في رواية حديث عهد باسلام فقال فقالوا اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات يتبرقون بها يبقى السيف اذا اخذوا من هذه الشجرة حيقتل به مئة او الف مثلا او كأنهم يطلبون من الشجرة من دون الله لفعلاء الكفار يفعلون ذلك الكفار يفعلون ذلك بل يعبدون الشجرة من دون الله لفعلاء ويقولون ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا فقالوا اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات فماذا قال للمسلم قال مغضبا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر قد قلتم مثل ما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله نعوذ بالله من الخزنان فانظر فاذا اعمال الخطاب كما قلنا اشتذ الشجرة والنسلم انكر عليهم جدا عندما ارادوا التبرق بذات انوات هذا بالنسبة للتبرق بالاماكن ايضا التبرق بجبل الطور التبرق باماكن يحسبونها مقدسة ويقولون الحرم الجامعي وهذا كله خطأ بي التبرق لا يكون الا بمساعد الثلاثة كما سنبين هي المساعد الثلاثة المسجد الاقصى والمسجد انا ما ردوا الى المسلمين ردوا جميلا والمسجد النبوي والمسجد الحرام كما سيأتي ولذلك ابو غريرة لما رأى الرجل لما رأى ابا بصرة الغفاري رادع من الطور قال لو قابلت كما سفرت انت تذهب تتبرق بالصلاة هناك عند جبل الطور لا التبرق الممنوع الثاني هو التبرق بالازمنة وهذا ايضا ذاع وشاع في الناس من التبرق بالازمنة تبرق بالموالد اخترعوا لنا ازمنة اعياد ام اعياد حب اعياد عيد الفلاح ايد العمال ازمنة يتبركون بها لم ينزل الله بها من سلطان بحال من الاحوال حتى المولد النبوي هم لم يضبطوا المسألة وايضا الرجبية والشعبانية اللي بيحدث في اول رجب طبعا عندهم طقوس في اول رجب الصلاة الرجبية معروفة والصلاة النسف من شعبان مش عارف مئة ركعة او الف ركعة تقل فيها كل والله احد الف مرة كل هذه الصلاوات التي اخترعوها تدخل في قول الله فالتبرك بازمنة معينة وانشاء عبادة لها لهذه الازمنة هذا من البدع والخرافات وهذا من التبرك الممنوع لا يجوز بحال من الاحوال حتى لو ظهرت فضيلة في زمان ما ولم ينشئ了ها النبي عبادة او الصحابة فلا تكون عبادة في هذا الزمان كلية النسف من شعبان حسنها بعض العلماء وضعفها بعض العلماء في ليلة النسف من شعبان يدن الله رؤى العبادة وينزل الله جل فعلا الى السماء الدنيا يباهي او قول يغفر لكل احد الا المشرك او المشاحن فالله جل فعلا في هذا الزمان يغفر لكل احد زمن مبارك فبعضهم يقول قيام الليل في هذا مستحب والاستغفار مستحب وقرأت القيام المستحب وهذا أيضا لا يجوز لأن هذا لم يرد عن النبي السلام فهذا إن شاء عبادة في وقت وإن قلنا بفضيلته فهذا أيضا لا يصحب حال فيه ما فيه من البدع المنكر من ذلك التعبد بذوات الأشخاص إن الشيخ ده بركة ويحنك الطفل على التبرك وهذا نختم به الباب إن شاء الله هذا التبرك المشروع أما هذا التبرك الممنوع أما التبرك المشروع إن شاء الله نبينه غدا ليعلم الأمر يكون على بصيرة إن فيه ناس كتير جدا لا تفق هذه المسألة والمسألة خطيرة ليست بالهينة نبين إن شاء الله التبرك المشروع مع الحديث الثاني في بركاته النبي سلم وأيضا فضائل ومعجزات النبي سلم نسأل الله أن يعلمنا إياكم أقول قولي هذا وأستغفر الله جوالكم ورزاكم الله خير الجزائر العلم خير منحة حبانا بها الذي علامنا البيانا العلم نور ساطع ليمطفي به ينال المرء أسمى شارفي